بيشتغل إزاي على الجسم؟ الفرق ما بينه وما بين الأنظمة التانية؟ فكرة الاعتماد على المواد الدهنية بس إزاي ممكن يفيد بعض الحالات؟ وهل ممكن يضر البعض الآخر؟ يعني أسئلة كتير جدا إن شاء الله هنسألة طبعا لدفتنا العزيزة الدكتور رينورة حصاب الله أخي الصاية التغذية العلاجية لمنهورانا ومشرفانا ونستنى تليفوناتكم أكيد عشان تسألونا عن أي سؤال وإن شاء الله نجاوبوا من خلال وقتنا المتاحة أهلاً بيكي نهور صوح الفل ورد مهارة عندنا موضوع شغل لناس كتير قوي الكيتو مبدأين عايزين نعرف الكيتو ده فكرته العماء أي معلقية هو الكيتو اللي هو الكيتوجينك دايت أصلاً كانوا بيستخدموه للأطفال اللي عندهم بصرع بداية استخداماته؟ ده أساس استخداماته وبعد حالات الكنسر بيقلل نوبات الصرع السيجرز اللي بتيجي حالات النوبات بتاعة السرع اللي بتيجي بيقلل نوبات الصرع مع الأطفال ده كان بدايته يعني إيه كيتوجينك دايت إن الجسم بيخش في عملية كيتوسيس اللي هو عملية استخدام الدهون كمصدر طاقة لأن أول مصدر للمخ عشان يقدر يشتغل صح هو الجلوكوز يعني لازم نكون بنأكل كربوهايدريتس أو نشويات عشان يتحاول له جلوكوز فالمخ يقدر يستخدمه كمصدر طاقة فبعدين أما بنقطع الجلوكوز خالص أو بنقطع أي مصدر نشويات بناخده الجسم بيبتدي يخش في حالة كيتوسيس فبيبتدي يستخدم الدهون اللي موجودة في الجسم يطلع منها باي بروديكت أو بيطلع منها حاجة في الأخير اسمها كيتون باديس ده اللي بيبتدي الجسم يشتغل عليه فبيحصل عملية حرق دهون بيحصل طبعا في الأول أي حد بيبعمل كيتو دايت في أول أسبوع أو كام يوم على حسب حالة الشخص اللي بيعمله بيحس بأعراض صداع بيحس بهبوط بيحس بحاجات كتير قوي أي نظام ريجيم بيعمل كده في البداية لا مش زي دا لو نظام ريجيم ستريكت قوي ما فيهوش أي نظام ريجيم لازم يتعامل على حسب الحالة اللي قدامك على حسب جسمك على حسب حالتك الصحية على حسب وزنك على حسب حركتك البدنية يعني مش كل الناس بيصلح لها أي نظام لا ما فيش نظام واحد بيمشي مع كل الناس بس الفكرة أن طبعا الأبحاث المثبتة علميا أنه هو فعلا أفكتف لنواة الصرع عند الأطفال لسه لحد دلوقتي علميا ما تعملش أبحاث يعني لمدة طويلة تقول أن الكيتوجينك دايت أو الكيتو دايت هل هو على مدى طويل كويس ولا لي أضرار أم لي حالة الجدل اللي حصلة دلوقتي حتى ما بين الدكاترة نفسه لأن فيه ناس بتعملوا غلط يعني المفروض الصحة للكيتو دايت اللي هو الهالثي كيتوجينك دايت يتعامل بدهون ما يزدش عن 7% دهون مشبعة يعني أن أنا أقعد أقلي كتير وأستخدم دهون مشبعة كتير المفروض تستخدم دهون صحية من زيت الزتون من المنكسرات من حاجات صحية من الزبدة الطبيعية الناس بتاخدوا غلط يعني بتاكل جبن صفرة كتير بتاكل هات دوكس بتاكل أكل مصنع كتير وده مش المفروض عشان كنا فيه حالات بنلاقي فيها أن نسبة الدهون اللي هي الـ LDL في الكوليسترول عالية قوي نسبة الـ LDL اللي هو الكوليسترول الدور عالي جدا وفي ناس طبعا بيحصل لها مشاكل صحية جمدة لأنها بتعمله غلط مش 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 مع حد متخصص مش 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 مع طبيب يعني هو في حد ذاته مش غلط بس لازم يتعمل صحة ما يتعملش على فترات يعني ما يتعملش الأوقات طويلة قوي أنت جسمك متعود على حاجات معينة ولازم يخشله كل المعادن والفيتامينات وكل الماكرو نوترينز اللي هي البروتينات والنشويات والدهون من كل الجروبات بتاعت الأكل ما ينفعش أفضل ماشي الفترة طويلة قوي مع أنه فيه ناس بتختلف مع ده هتقولك خلي الجسم يفضل ماشي أنه هو بيستخدم الدهون كمصدر صداقة بس أنت بتعود الجسم وبتدخله في حاجة أما تيجي تخرج منه و هتعمل إيه وما فيش حد يقدر يكمل على النظام ده لفترات طويلة يعني اللي بيعمل النظام ده آخره يكمل عليه قد الماكس مفروض تلات شهور تلات شهور أقصى حاجة المفروض تلات شهور لازم يعمل تحليل أول حاجة لو حد عنده مشاكل في الكبد حد عنده مشاكل في الغضة الدرقية حد عنده مشاكل في المرارة طبعا لازم يشوف لو حد عنده لأن كمان سايد افكتس بتاعته أن فيه ناس بتاكل بروتينات كتير جدا فده بيأثر على الكليا فيه ناس بتاكل نسب دهون كتير جدا وممكن يكون عندها مشاكل في المرارة فده بيأثر على المرارة بيأثر على الكبد لو عنده مشاكل في الكبد فهو يعني لحد دلوقتي الناس عندهم قويل متضاربة وفي ده كاترة كمان في ده كاترة تقولك لأ في ده كاترة تقولك على حسب بتعامل إزاي الشخص ده شخص اتعمله تحليل ولا لا اتعمله تشيك أب كامل ولا لا لازم يتشاف بوتاسيام ومغنيسيام لازم يكون بياخد لأنه مسؤول عن عضلة القلب كمان والعضلات بتاعتك ما يبتديش يحصل كرامبات نسبة السوديوم بتقل جدا فلازم تبقى بتاخد سوديوم كل ده كل دي معادن مهمة جدا 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 يعني بناء على التحليل اللي أنا بعملها في الأول هتقرر أن أنا ممكن أعمله أو لا مجيش مع نفسي كده ما ينفعش حدا مع نفسي